اشتركوا في القناة وطالبات المراكز والحلقات القرآنية التي تعتبر المسابقة الأكبر لا سيام من حيث أعداد المشاركين مسابقة البحرين الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره مسابقة قرآنية انطلقت في عهد المغفور له سمو الشخ عيسى بن سلمان الخليفة أمير البلاد الراحل طيب الله طرى في عام 1996 للميلاد وإلى يوم من هذا المسابقة تقام سنويا باستمرار وحظية بالرعاية الملكية السامية من لدن حضرت صاحب الجلالة الملك حامل بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى المؤخرا المسابقة تحولت من مجرد مسابقة قرآنية إلى جائزة قرآنية كبرى تحمل اسم البحرين مسابقة خاصة بحفظ القرآن الكريم وموجهة لطلبة مراكز وحلقات القرآن الكريم من الذكر والإناث وتضم ستة فروع حفظ القرآن الكريم كاملا إلى حفظ جزء واحد من القرآن الكريم وهو الجزء الثلاثون وبلغ عدد المتسابقين والمتسابقات في هذا العام في هذه المسابقة 2700 متسابق متسابقة ولله الحمد كذلك عندنا مسابقة موجهة لنزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع وزارة الداخلية وكذلك لدينا مسابقة موجهة لذوي العاقة الذهنية البسيطة ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة العمل والتنوية الاجتماعية وتحمل هذه المسابقة مسمى أجران امتثال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران وكذلك لدينا مسابقة موجهة لطلبة المدارس من الجنسين ومن مختلف المراحل التحليمية وتسمى تحمل اسم بيان امتثال لقبل الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولدينا مسابقة موجهة لعموم الجمهور ممن يرغب في هذه المشاركة ولا ينتسب لأحد المراكز وحلقات القرآنية وتحمل هذه المسابقة مسمى رضوان